بسم الله الرحمن الرحيم طلبنا الأعزاء معكم دكتورة أسماء الأفراث وهنتكلم النهاردة على ونركز على واحدة من أهم أشباب الكرونيك بالور في البيتياتريبس اللي هي الـ Iron Deficiency Anemia سنتكلم عن مين؟ سنتكلم عن الـ Definition of Anemia وهنعمل الـ Enumeration للكوزة المستقبل هو أحد تأكيد سياها في هنبدأ كلامة الثلاثة معنا سترون تصير لسعود أحدة ل الدكتورة إلى الأحدة يقدم أنها برده pale بلية والديجهزة بردرير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي anfit ترجمة نانسي قنقر أول سؤال وبعد كده هعمل تريتمينت بلان لحالة بعد مشاء خاصة أول سؤال هتقاله هو البيشنط عنده أنيميا أو لا هنلاقي أن البيشنط بتاعنا عمره 3 سنين والهيموغلوم بتاعه 7.5 جرام برديسيليتر لما بنبص على الجدول بتاع الـ reference ranges of hemoglobin 4H هنلاقي ونبص كمان على الكلام بتاع الـ 2 standard deviation اللي هو أقل رقم المفروض يكون فيه الهيموغلومين في السن معين هلاقي أن البيشنط بتاعي واقع في المنطقة بتاعة 2-6 years D المفروض الهيموغلومين فيها ما يقلش عن 11.5 والبيشنط بتاعنا الهيموغلومين بتاعه 7.5 وبالتالي البيشنط ذات تعلم عنده أنيميا طيب السؤال الثاني What type of anemia الطيب وفقاليني هيتحدد عن طريق الـ indices بتاعة الهيموغلومين أو الـ indices بتاعة الـ CBC اللي هي الـ MCV والـ MCH وaccording للـ equations بتاعة الـ MCV والـ MCH اللي احنا عارفينها هنلاقي أنه البيشنط ده عنده low MCV اللي هو 53 والـ MCH ودي اللي بنسميها مايكروثيتيك هايبوكروميك أنيميا هيكون السؤال اللي بعد كده What is the differential diagnosis or what are the causes of مايكروثيتيك هايبوكروميك أنيميا هنلاقي أن يحنا عندنا ثري common causes of مايكروثيتيك أنيميا اللي هما الـ iron deficiency أنيميا والثلاثيميا والأنيميا of chronic disease وفيه less common causes سيليت بوزني وفيتامين بي 6 سيدرو بلاستيك أنيميا وكبر بيشنسي إزاي هعمل الـ differentiation between these causes وإزاي هطلب investigations علشان أحدد الـ final diagnosis ده اللي هنقوله بعد كده لكن قبل ما نتكلم في الـ differential diagnosis عايزين نتكلم الأول على الـ iron deficiency أنيميا اللي هي موطانة مها أولا زي ما احنا عارفين الـ iron بدوك عبارة عن dietary element بناخده في الـ diet ولما بناخده في الـ diet المفروض أنه هو هيحصله absorption طب هيحصله absorption فين هيحصله absorption في diodenum and proximal genital اللي هو في بتاية الـ small intestine بس فيه شروط أول حاجة علشان يحصله absorption لازم يكون in a ferocious state وعلشان الـ iron يبقى ferocious state يعني إما هكون أنا واخده في الـ diet في صورة ferocious state أصلا وفيه diet موجود في الـ iron ferocious state اللي بنسميه الـ iron أو أن يأخده في ferocious state بس يحصله reduction للـ ferocious state by the effect of acidity of the stomach يبقى فيه شروط هنا أن الـ iron يتحول لـ ferocious state عشان يحصله absorption معنى كده معنى كده إن لو فيه حاجة وقفت الـ reduction ده الـ iron مش هيحصله absorption كويس وإيه الحاجات اللي بتوقف زي حاجات في الـ diet أو حاجات في الـ medication زي وإيه الحاجات أو وإيه الحاجات الـ chanets أو لو بيشن ده ماشي على anthazins بعد ما هيحصل الـ iron في المسلس وهلاقي إنه أكبر كمية من الـ iron لجسمنا موجودة في الـ hemoglobin اللي هو الـ hemoglobin iron علشان يقدير main function بتاعته اللي هي الـ oxygen carrying function اللي بتحصل عن طريق إيه عن طريق الـ hemoglobin iron بعد ما هستخدم الـ iron بتاعي هيحصل loss لـ very small amount of iron تحصل اللوس ده فين عن طريق الـ slough the epithelium أو المنسترويشن أو any blood loss طيب دي كانت رحلة الـ iron إزاي بقى هيحصل iron deficiency anemia أو إيه هي أسباب الـ iron deficiency anemia وهي بتتلخص في ثلاث محاور أساسية أول حاجة إنه يكون في inadequate supply يعني ما باخدش الـ iron supply بتاعي المناسب أو يكون في impaired absorption أو excessive demands أول حاجة الـ inadequate supply يعني إيه يا إما أنا ما باخدش الـ iron الكافي بتاعي في الـ diet الـ iron stores دي هتكفي معا لحد أنت بتقعد لحد أول 6 شهور من life وبعد كده المحروض إنه هو هيعتبت على الـ iron اللي هيخدم من الـ diet إيه اللي بيحصل بعد 6 شهور؟ بعد 6 شهور المحروض بنبدأ أن يعمل weaning فعشان كده لو حصل delay weaning ده بنسميه dietetic error وبيكون من أسباب الـ iron deficiency anemia السبب التاني السبب التاني إن يكون فيه impaired absorption وزي ما قلنا إنه الـ iron عشان يحتلوا absorption لازم يبقى في الفرس السيد فلو في حاجة وقفت الـ reduction ده أو المعادلة دي إنها تحول الفرك للفرس هيحصل impaired absorption زي ما يكون فيه في الـ diet بتاعي معتمد على الـ phytates الـ phytates الموجودة في الإشرة بتاعي السيريال أو التانياتس التانياتس اللي بتطلع زي اللي بتطلع من الشاي المغلي أو لو الـ patient ماشي على أنتسيد أنتسيد ففيه كده interference with digestive acidity فمش هيحصل الـ reduction أو إيه كمان؟ أو يكون فيه مشكلة بقى في الـ GIT lining أو في الـ lining epithelium بتاع الإنتسل اللي هي المفروض تعمل absorption يعني في GIT disease زي في حالات الـ inflammatory bowel disease أو في حالات الكرونيك ضيارية السبب الثالث أو الكاتيجوري الثالثة اللي هي الـ excessive demands يعني أنا بيأخذ الـ iron بتاعي في كافي لكن أنا الـ demandance بتاعتي عالية سواء الـ demandance زيادة عالية علشان فيه بلاد لوس زيادة وده اللي بيحصل مع الـ parasitic infestation أو مع الـ chronic blood loss أو لإن فيه high growth spirit بتحصل أنا بنمو بسرعة زي فترة الأدوليسنس دي فترة من الفترات اللي يبقى فيها الـ iron demandance عالية جداً لو ما تخدش يبقى فيه presentation of iron deficiency anemia طب إيه هي الـ clinical picture بتاعت الـ iron deficiency anemia هنقسمها لكذا حالي هيبقى فيه general manifestations of anemia زي أي أنemia إيه هي؟ إن الـ patient ده هيجي يشتكي إنه هو فيه color والـ color زي ما احنا عارفين بنشوفه فيه كذا مكان منهم الـ conjuncti-zotel في الصورة دي أو generalized weakness إنه فيه ضعف عال يقولك إنه البيبي ده ما عادش قادر يقوم بمجهول لو هو صغير ما عادش بيجري ما عادش بيلعب لو هو في المدرسة هيبقى فيه poor school performance فيه كمان إيه؟ headache, blurring of vision, irritability كل دي الجنرال manifestations الحاجة الثانية اللي هي skin manifestations بقى الـ iron deficiency ودي سببها إن الـ iron موجود في الـ epithelia lining بتاع كل الجسم epithelia lining سواء كان skin سواء كان GIT فلو حصل iron deficiency هيحصل مشكلة في الـ epithelium ده تيجي في صورة إيه؟ تيجي في صورة brittle nails النيلز بتاعته تبقى ضعيفة وتتكسر بسهولة ويبقى فيها أو spawning of nails أو اللي بنسميه كويلونيخيا دي برضو specific for iron deficiency anemia أو مشكلة في الـ GIT lining ويعمل لي بداية من الثانب بصورة السبب بتاعها مش معروف قوي هل هو GIT manifestation ولا هو بسبب CNS manifestations due to deficiency of iron أو الـ CNS manifestations زي الـ irritability والـ 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 اللي بتيجي في صورة تاكيكارديا والـ اللي احنا تنشوفها دايما في حالات الـ دي تلكانيكال بيكتر طيب ايه بقى الـ further investigations اللي هعملها الحالة زي دي؟ انا لقيت عندي حالة Microsoft hypochromic anemia ازاي اكونفيرم الـ diagnosis بتاع الـ iron deficiency anemia فاحنا عملنا اول حاجة لـ CBC زي الحالة بتاعتنا طلعت Microsoft hypochromic anemia هتبقى الخطوة اللي بعد كده ان انا المفتوضة اعمل iron profile في السيروم ايه هو بقى الـ iron profile اشوف حالة الـ iron في الجسم الطفل ده عامل اثنين نبص كده على الـ هنلاقي الحاجات اللي بنقدر نقسها في السيروم هي السيروم في الـ والسيروم في الـ الـ هو المين ستورج بروتين وده بقدر اقيسه وبيديني ريفليكشن عن حالة الـ iron في الجسم ولو طرعي السيروم في الـ الـ أقل من 10 مم ده Diagnostic for iron deficiency anemia طيب الحاجة التانية هي السيروم والحقيقة الـ iron أو الـ الـ اللي معظمه ما بيبقاش موجود فريح معظمه بيبقى اتاتشد للـ الترانسفورت بروتين اللي هو اسمه ترانسفيرن بس مشكلة السيروم ايرن ما بقدرش اعتمد عليه ليه علشان ليه diurnal variation ممكن يتغير الصبحة عن بالليس غير ان هو بيبقى affected by diet يعني لو ليسا واك الأكلة فيها ايرن كتير هتعمل لي false increase او لو بقى لي كتير مصلتش حاجة فيها ايرنة تعمل فالـ شان كده ما بقدرش اعتمد عليه في الـ ايه تاني؟ حاجتين اسمهم الترانسفيرن ساتيريشن والـ ايرن بايندين كباثيه ايه تلتال ايرن بايندين كباثيه هي ببساطة الـ amount of the available ايرن بايندين sites on the transfer يعني هو الترانسفيرن ده يقدر يشيل الدئي من الايرن عنده اماكن فضية الدئي يشيل فيها ايرن هي دي اللي بنسميها التوتال ايرن بايندين كباثيه ايه تلتال ايرن بايندين كباثيه الترانسفيرن ده SATURATED BY IRON اللي هي الترانسفيرن اللي عليه النقطة الصودة ده اللي ماسك فيه النقطة الصودة ده هو ده الترانسفيرن SATURATION وبيتحسب الترانسفيرن SATURATION ده باننا بعمل division لكمية الايرن على التوتال ايرن بايندين كباثيتي طب دول هيتغيروا ازاي بحالة الايرن في الجسم التوتال ايرن بايندين كباثيتي ليها انفيرس ريليشن مع الايرن يعني لو انا عندي ايرن ديفيشنسي الترانسفيرن بيحاول يمسك في اكبر كمية ايرن يقدر يمسكها او بيحاول يزود البايندين لسايتس عليه على قد ما يقدر وبالتالي هلاقي التوتال ايرن بايندين كباثيتي عليه ديفيشن هنلاقي الـ iron profile in serum الـ diagnostic for iron efficiency anemia decrease the serum for routine أقل من 10 Nmg decrease the serum iron increase the total iron binding capacity and increase the serum protocol بعد كده الـ investigations اللي باقيه هتكون عشان أعرف السبب tool analysis searching for paramedic infestation ولو في أوقات bleeding ممكن أعمل therapeutic test فإن أنا أدي iron 6 ميلي جرام بالكيشي برده وأعمل closed monitoring للpercentage of particular specific count بعد 72 ساعة لو زادت يبقى دي حالة iron deficiency anemia وده بنسميه therapeutic test والGIT endoscopy هنا بللجأ ليه في حالات الـ resistance cases وهنقول الكلام ده بعد كده خلاص كده احنا تأكدنا ليهي iron deficiency anemia طيب ايه اللي أكد لي بقى هو الجدوى البداع نحن قلنا the most three common causes of micro-phetic high chronic alemia هم iron deficiency anemia وثلاثينيا ايه الفرق بينهم في الثلاثينيا غالبا هلاقي family history transfusion history أخد قبل كده دم كده مرة إنما الثلاثين ملاقة الأرجانوميجلي هيكون موجود مع الثلاثينيا مش مع الثلاثينيا الحاجات اللي بتفرق في الـ investigation serum fertility هيكون قليل في الـ iron لكن عالي في الثلاثينيا وهناخد ده في محضرة الثلاثينيا total iron binding capacity عالية في الـ iron لكن قليلة في الثلاثينيا والـ transparent saturation قليل في الـ iron وعالي في الثلاثينيا والـ response to iron syrupy ده اخر حاجة طبعا في الـ iron deficiency anemia هذا فيه good response لكن في الثلاثينيا هيبقى مفيش response for iron syrupy اخر حاجة ازاي احط بقى treatment plan for iron deficiency anemia treatment بيمشي كذا خطوة مع بعضه مش حبي حاجة اول حاجة لانا نبقى فيه diet plan يعني الـ patient ده مش بس يعتمد على الـ iron syrupy لايك كمان لازم يكون فيه diet rich in iron patient ياخد diet rich in iron encourage diet rich in iron الحاجة التانية هي الـ oral iron والـ main treatment in iron deficiency anemia هو الـ oral iron الـ parental ما تلجأ لهش غير فحالات very little cases او هنقولها امتين طيب هدي الـ oral iron الساي اول حاجة هاختار انه preparation والـ dose بتاعتي هتكون ايه وهدي المدة تأدي ايه اختار الـ preparation اللي موجود مافيش مشكلة المهم انه هاختار الحاجة اللي فيها elemental iron يزيني الـ dose بتاعتي يعني ايه؟ يعني مثلا عندنا فيه preparation فراس sulfate دي 20% فيه فراس يوماريت 30% sulfate 20% المهم ان انت هتحسب الدوز على الـ elemental iron اللي موجودة في الـ preparation الـ dose بقى هي ايه؟ الـ dose ستة مليجرام بركيجي 3-day elemental life اما هنديها divided 3-divided doses اما هنديها once والاحسن ان هي هتتاخد after meals طيب لمدة ايه بقى؟ هنديها المدة من شهر الـ 3 شهور بعد الـ correction of hemoglobin الـ guide بتاعي هو الـ correction of hemoglobin مش حاجة تانية بعد الـ correction of hemoglobin المفروض ان انت تدي لمدة شهر الـ 3 شهور والمدة ديت هتبقى فايدتها ايه؟ فايدتها ان انا ببني الـ iron thorns عشان ما يحصلش recurrence الـ iron deficiency anemia طب ازاي هاعرف ان فيه response كويس للـ treatment بتاعي؟ هاعرف ان فيه response كويس زي ما قلنا؟ بكذا حاجة اول حاجة بتحسن clinical manifestations واول حاجة بتتحسن معي هي poor appetite من اول dose iron بتاعي الأبيطاري بتبدأ تتحسن لكن انا عايز حاجة ملموتة امسكها في ايدي انه بعد 72 ساعة بلاقي vertical acidic count بتاعي بدأ بيعلى يبقى فيه كده response كويس وبعد كده ببدأ اعمل monitoring بالهيمoglobin بلاقي الهيمoglobin بتاعي بيعلى يبقى كده فيه good response to oral fire طيب لو حصل failure of response هيكون ايه السبب؟ فيه اسباب كتير منها اسباب بسيطة خالص ومنها اسباب لا هتعاوز تدخل أكبر الاسباب البسيطة ضي ايه؟ ضي ما يكون الدوت بتاعتي مش مضبوطة او البسيطة بتاعتي مش مضبوطة او البسيطة بيقول ان هو بياخد لكن ما بياخدش بيفوط جرعات او يكون اصلا الدياجموز بتاعي بغلط من اول فهيحتاج ان انا افاجع نفسي تاني او انه يكون بقى كل ده مفيش فيه مشكلة لكن فيه مشكلة في الabsorption بتاع الايرن اطلا فانا هدي أورال ايرن زي ما هدي لكن مفيش ابسووشن ففي الحالة دي ات ان انا هلجأ بالبيرنترال ايرن والبيرنترال ايرن يئما بيتاخد انتراموسكولر يئما انترابينوس لكن هو طبعا نوت ريكمبندت التفرسطة عندما قلنا المين لايه هو الأورال ايرن عشان الانافيلاكسز اللي بتحصل من البيرنترال ايرن لكن هو انديكيتد او انلي افتر فاليا تولي او اورال ايرن واند افتر فاليا افتر فالايرن أو افر فاليا افسد فاليا اخر فالترافية اخر حالة هنالكبال التالية ولا لا هي لها انديكيتشن ان يكون الهموكلوم بتاعي أقل من خمسة او يكون البيوتانتتا جاية اقمبنزاد يعني الهموكلوم أقمبنزاد لكن البيوتانتت بانياميك هورد او عنده انفكتشن مش هاتف ردي ايرن فبالتالي بيالجئ في البيوتانتتة وبعد كده ببدأ أدي الأورى الآيار برضو زي بنفس الرجمن اللي أنا قلته قبل كده وبكده نكون خلطنا الآيار مدفجنسي أليميا وإن شاء الله أشوفكم في محاضرة جاية شكراً سلام عليكم